يعاني العالم في هذه اللحظات التي تنعزل فيها البلدان كل على ما أصابه من هلع وخوف واحتراز من انتشار فيروس كورونا الخطير والذي تسبب في بقاء المواطنين الأصحى داخل بيوتهم حبيسية الوحدة والترقب عيد الأم الذي يسبق عيد الطفل في ليبيا جعل من التبارك والتهاني للأمهات تتلاشى على مواقع التواصل الشمعية وعبر المكالمات الهاتفية وسط تداول الأخبار وما يتوارد على الأسماع حول شبح كورونا المحلات مقفلة والزينة باهتة والبيوت يملأها التوجس حتى من المصافحة والعناق فلا معايدات ولا زيارات وقصرة الأياد عن التشابك والقبولات الاحتفال في بعض البيوت هذه السنة بيتي ومن صنع منزلية فلا يخلو الأمر من صنع الحلويات والقاء الكلمات الجميلة على الأمهات وتذكري بعضهم لأمهاتهم في الغياب أما الطفل في هذا العام فقد عانى من أوجع الوطن أكثر من معاناة الكبار فحرم الأطفال بهجة المناسبات وباتوا يفتقرون إلى سمتعب أوقاتهم في ظل الأزمات المتتالية إلا أن بعض الآباء والأمهات السعين إلى الاجتهاد في الخروج من الظروف الرهنة مستغلين أوقات أطفالهم في البيوت حاولوا جاهدين التعويض عنهم بترفيه منزلية ولربما هو أقصى درجات الترفي في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر